أهلا بكم يشهد العالم أحداثا سياسية ومتغيرات جيو سياسية متسارعة دفعت دول العالم للتعامل معها وفقا لمصالحها الوطنية وما تملكه من أوراق تكيفها لتعامل مع كل هذه المتغيرات المتسارعة وهنا تبرز أهمية تكتل مجلس التعاون الخليجي بوصفه أحد اللاعبين الرئيسيين في إمدادات الطاقة العالمية بما يملكه من مقاومات اقتصادية واحتياطيات إجمالية من النفط لدول الخليج الست السعودية والإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان والكويت بلغت 510 مليارات برميل تشكل 32.17% من مجمل الاحتياطي العالمي المؤكد البالغ تريليون و550 مليار برميل ومع التغيرات المتسارعة عالميا في ظل العملية الروسية في أوكرانيا تأتي أهمية دول الخليج موردا موثوقا للطاقة العالمية وهو ما تبحث عنه الدول التي تعطلت إمداداتها في ظل استمرار الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية الواضحة ومحاولة تلك الدول في البحث عن مصادر بديلة لنفط والغاز تضمن بها استمرارية الحياة اليومية المعتادة وبما يضمن أيضا استمرار معدلات الإنتاج على نفس الوتيرة وسلاسة في العمليات اللوجستية وعدم تعطل سلاسل التوريد عالميا إذن في ظل كل هذه المعطيات تبرز أهمية دول الخليج العربي في صناعة الطاقة التقليدية وأيضا دورها في صون السلم والأمن الدوليين وفق ما تمليه مصالحها الوطنية كما يبرز دور دول الخليج العربي المهم في تأمين مصادر الطاقة التقليدية على الصعيد العالمي باستمرار وخاصة في وقت الأزمات الجيوسياسية